أتزم أستراليا الحفاظ على التنوع البيئي والحيواني داخل حدودها عبر تخصيص ما لا يقل عن 30% من مساحة أراضيها لحماية الأنواع المهددة من الانقراض وخاصة تلك النادرة منها بحلول عام 2030 أظهر تقرير حكومي أن أستراليا فقدت أنواع من ثديات أكثر من أي قهرة أخرى رغم أنها تعد موطنة لحيوانات فريدة مثل الكوالا وخلد الماء على الرغم من تضاؤل أعدادها وتعرضت أستراليا أخيرا لظواهر جوية قاسية ومتكررة بما في ذلك حرائق غابات مدمرة أتت على كثير من أنواع الحيوانات عدا عن الخسائر البشرية في تشيلي أعلن إنشاء حديقة وطنية جديدة في منطقة أتاكاما وهي الحديقة التي تظهر في الصحراء هناك ديزرت بلوبينغ التي توليها السلطات التشيلية أهمية كبيرة من أجل حمايتها واستدامتها حفاظا على بيئتها الحيوية المتنوعة وتعزيزا للسياحة كذلك حيث يوجد في الحديقة أكثر من مئتي نوع من الزهور التي تتفتح بمواعد معينة حيث تتفتح بعضها كل ثلاث سنوات وأخرى كل خمس سنوات في ظاهرة طبيعية نادرة ننظم إلينا من الرباط الخبير والبيئي مصطفى العسات أهلا بك سيد مصطفى وصباح الخير انطلاقا من هذه التجربة في تشيلي حديقة تظهر في قلب الصحراء هل هذا يعني بأن هذه الحيل المجربة قد تعطي نتائج إيجابية فيما يتعلق بمجابهة التغير المناخي نعم هذه التجربة البيئية للحفاظ على بعض المناطق الطبيعية تساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على التوازنات البيئية وخفض انبعات الغازات المسببة لاحتباس الحراري كغازتاني أكسيد الكربون طيب سيد مصطفى يعني لو تحدثنا عن المنطقة العربية هذا في تشيلي وهذه الحديقة في تشيلي هل تتوافر هناك ظروف مناخية لإنشاء مثل هذه الحضائق أين توجد ظروف مناخية مشابهة في المنطقة العربية لنقل وما هي فرص إنشاء هكذا حضائق تعتبر جزء من المناطق المحالية للبحر الأبيض المتوسط مناطق فيها المناخات الأربعة فالمغرب مثلا تم تجربة مجموعة من النباتات على مستوى العالم في منطقة قريبة من الرباط تدعى بوكنادل في حديقة التجارب التي أصبحت الآن تسمى حديقة العجائب لأنها تحتوي أكثر من 3600 نوع من النباتات الآتية من جميع مناطق العالم واستطاعت أن تستوطن في هذه المنطقة وتتكيف مع المناخ في هذه المنطقة وفق تجارب علمية قمت بها معاهد مغربية ومعاهد فرنسية يمكن تعميم هذه التجارب على مستوى المنطقة لاستنبات مجموعة من النباتات والأزهار والأشجار التي تعتبر دخيلة على المنطقة ولكن تستطيع التكيف مع مناخات هذه المنطقة وإعطاء إدفاء نوع من التوازن الإيكولوجي على هذه المناطق البيئية عمليا سيد مصطفى الخبراء والعلماء يقولون بأن أعداد الحيوانات وحتى النباتات المهددة بالانقراض هي بالآلاف فربما تصل إلى المليون ماذا لو قامت الدول على مستوى حدودها بالإجراءات التي تقلل من الإنبعاثات الغازة السامع إلى غير ذلك هل هذا يضمن عالما متعدد فيما يتعلق بالحيوانات وأيضا النباتات يعني الحفاظ على التنوع البيئي بشكل عام نعم كما جاءت به المنظمة العالمية لاليوسيين هناك انقراض عديد من الحيوانات والطيور وأنواع النباتات في مناطق متعددة في العالم بسبب النقص الحاد في المستوى الغابات لأن تعتبر الغابات جزءا كبيرا من المستوطنات البيئية التي تحتوي المئات الآلاف من الأنواع الأحيائية التي تشكل التوازن البيئي كذلك على مستوى كذلك النزيف التي تقع عليه المحيطات من خلال الصيد الجائر وعدم احترام الاتفاقيات الدولية فيما يخص الراحة البيولوجية أدى إلى استنزاف عدد كبير من الأنواع الأسماك المتواجدة في هذه المناطق بالإضافة كذلك إلى عدم الالتزام بالتفاقيات معاعدة رمصار التي نخرط فيها مجموعة من الدول من أجل الحفاظ على المناطق البيئية الرطبة وتعتبر المناطق البيئية الرطبة ملاذا لهجرة الطيور وأماكن مطارات لاستراحة والتوالد وكذلك للانتقال إلى مناطق آمنة بيئيا اليوم المملكة المغربية انخرطت في إطار هذه المعاهدة الدولية للحفاظ على المحميات البيئية المتواجدة وإضافة محميات أخرى اليوم نعرف بأن المغرب يحتوي على 13 محمية بيئية من شماله إلى جنوبه محمية مرز الزقاء في العرائش سيد بوغابا إلى محمية من فيفيح التي تتواجد بالمعاطق الجنوبية هذه المحميات تعرف خط رحلة الطيور النادرة التي تأتي من أوروبا متوجهة إلى جنوب إفريقيا وتعتبر هذه المعاطق رطبة محطة للاستراحة والتوالد كما تعتبر هذه المعاطق هي خزانات مياه مهمة تحافظ على المناطق المتواجدة من حيث التنوع البيوروجي ومن حيث النباتات والطيور والأسماك لا تتعيش في هذه المناطق الرطبة ولتعد منطقة إيكولوجية تساهم في الحد من التغيرات المناخية بشكل أساسي سيد مصطفى كخبير بيئي أنتم كخبراء بيئيون ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم اليوم لضمان هذا التوازن لنقل الأيكولوجي والتوازن البيئي بشكل عام ولإنشاء هكذا حضائق مثلا نعم أهم التحديات التي اليوم على عتق الحكومات أولا هو تعزيز الترسانات القانونية التي تنظم منظومة الصيد لنعرف أن هناك صيد جائر تتعرض له أنواع من الطيور وتتعرض له أنواع من التدييات التي هي مهددة بالانقراض أو في الطريق إلى الانقراض لا يكفي التغريم المختلفين لجرائم الصيد في أوقات المحرمة مثلا هناك أوقات بيولوجيا خاصة بالتوالد وكذلك حضانة الطيور والتدييات لفراخها ولهذه الأنواع فالصيد في هذه الأوقات وجب أن يجرم وتصبح له عقوبات قاسية كما على الدول أن تحترم المعاهدات فيما يخص احترام الراحة البيولوجية في البحار وفي المناطق الإيكولوجية التي تعرف تناقصا في عدد الأنواع والأحياء المتواجدة بها من أجل ضمان استدامة هذه المناطق البيئية شكرا جزيلا لك من الرباط الخبر والبيئي مصطفى العيسات شكرا جزيلا لك depois